عاني والدة المتوفرة رئيس عرفاء علي فاسم شعبان محسن أحد منتسبي فرق 11 تقول ولدي أصيب مرض السرطان من جراء مشاركتي في معارك التحريف في حزام بغداد وظهرت أسابته في نهاية 2019 وقبل أن كل ما نملك لعلاجه على نفقتنا الخاصة والحمد لله توفي بعد معاناته من الإصابة من 5-8-2020 ولم يحتسب شهيد حينها كوريس وزراء السابق الكاظمي أوقف العمل به وبعد مناشدات وعند استلام السيد رئيس وزراء بعادة العمل من الأمر الديواني باحتسابه شهيد وتمت مقابلة لجنة الأمر علىه بعد المناشدات ولحد الآن لم تتعدين راتبكم الملف حسب قول دار التقاعد العسكري حول حول إلى هي التقاعد ولحد الآن من العام ماكوشي ونحسن ونسكن دار مؤجر ولدي متزوج ولديه طفلان أنتونياها أم عالي شوريش أم عالي أنا قرأت قصده أنت ابنك بعدين في عهد السيد السوداني بترك تحويله إلى شهيد مو؟ أنت إلى الآن إلى الآن ما عدل أوراة فعله أنه شهيد شلو السبب؟ أعطي لي أستاذ والله ما أعرف قالوا شهيد شهيد ورحت وهاي وقالوا مع بعض كل شو معك يما استلمت كتاب أنت بجاه الله و بجاهك و بجاه رئيس الوزراء سووا لي كارا يما ماشي تعبت أستاذ تعبت أستاذ يما سويت معاملة بعد قرار السيد السوداني سويت معاملة سويني وقالوا وروحوا المعاملة قالوا أنه هذا يتحول استحقاقاتك شهيد عندك كتب؟ نعم سويت بحث مع التقاعد رحيت وقالوا وروحوا معكم شغلوا ونحد الآن هاي صادي السنة أنت وين أهليتش؟ بزيونة 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 آخر مرة رحت التقاعد وش وقت؟ تقريبين أسبوعين ثلاثين يمن تراجعين بالتقاعد حجية يمن ما أعرف؟ ما أعرف ذيونة في الربيعين مدر bak Ok لا تقاعد العامة يما شو يقول لكم؟ ما يبلغوكم؟ زيونة بالتقاعد العامة شو يقول لكم؟ قالوا يقول staff كل الش ماكو كل ش ماهicia الكل شي ماكو أنا معرف هو beginning اصرف عام شو ماكو المعاملة بالتقاعد المعاملة المؤسس الشهداء المعاملة بضحايا الإرهاب المواطن من إيراجه يقول الحائد بعيد من زيونة لهيئة التقاعد ما نعرف شو هيئة التقاعد لا عزيوني موجودة من هيئة التقاعد يا يما والله يا أستاذ ما أعرف يا يما أنت ما تعرفين وأنا ما أعرف يما يما أنت مو أنت اللي ترحيل ودي لك واحد من الولد على أقل تقدير من المقدمين شكوى نقدر نفتهم منه وين واصلة معاملته وليش متعطلة معاملته أنت تقولين كل شي ما أدري واني أجد هذا زوج واني أجد هذا زوجي بل هذا زوجي واني زوجي أبو علي شلونك أبو علي أنا راجعت التقاعد العسكري والتقاعد العامل لحد اللي يقولوني والله يمن المالية أخي ما أعرف يقولون تقصيص ما أعرف على التقصيص ما أعرف ماشي يعني التقاعد ما يخالف يذبك هي غير المعاملة بها جهات يا ابن الناس التقاعد العامل هو القرارة قرره واعتباره شهي قرره واعتباره شهيد التنفيذ شوكي زين التنفيذ شوكي ما نعرف حتى ما واصلي ولو تدق العفو التقاعد كتبت بها للمالية أي هو حالة والأوليات اللي حولهم شهداء ضباط ومراتب في حيات التقاعد أنا أتذكر هاي القصة أبو التقاعد هو ينفذ بعض أبو التقاعد جهة تنفيذية أبو التقاعد يكتب إلى المالية حتى هذا الشخص يصير إلى استحقاق مجموعة هذا المجموعة اللي انشملت حتى يصيرهم تخصيص وصيرهم توصيف ويطلقها للتقاعد ورجع المعاملة يجي أمره بالتقاعد يصير ترى شوفوا أكو قصة بالتقاعد أغلب الناس ما فهمته التقاعد لا يصدر قرارات التقاعد جهة خدمية جهة تنفيذية أصرف لهذا أطل هذا ودي هذا جيب هذا التقاعد يا أبو علي طرف ناقل اجتمعت اللجنة المصابين بكورونا واللي منها متوفوا من أمراض السرطان وبالخدمة يتحولون إلى شهداء قررت اللجنة دزتها لأبو التقاعد أبو التقاعد عنده قرار من رئاسة الوزراء يرفع وين للمالية يا بعلمتنا رئاسة الوزراء اللجنة كذا أنه ذولا كانوا متوفين أصبحوا شهداء الطنق لهم تخصيصات مالية تكتب أبو المالية رجع لأبو التقاعد أبو التقاعد أصرف لكن قل لي هاي الآلية إذا قد تأخذ وقت لأن احنا مو حكومة ألكترونية مو حكومة ألكترونية و تمشي احنا ورق ومعالي الظلاب سعباتها على رأسه أو تفتر من التقاعد للمالية للعسكري للمدالي النجم الرباعي وهاي الرادل ها سنين نعم وأنا دائما أقول أخوان والله لو كان هناك إنصافا بمستوى تضحيات الشهداء أم عالي تقعد على الكرسي ويجي الموظف يوقف قدامه يقول أم عالي أم خالد أم حسين أم الشهيد مرت الشهيد هيتلك شردين مو أنا هالسمرات مسودة أفكر بالخيال يعني أفكر بجمهورية إش اسمه هاي الجمهوريات المثالية لكن أنا من وشة نظري هاي العوائل يجب أن تخدم بهاي الطريقة وأنا ما أكو خلق على أقل تقدير يكون لهم منزلة بتمشية معاملاتهم ما يصريش أنا مليت من هاي القصة خويا ننتظر أبو علي إذن أنا طمئنك معاملتكم بالاتجاه الصحيح أبو التقاعد رافع للمالية أبو المالية غيركم التخصيصات إرجح للمتقاعد بس هاي رادمنا دعاكم إلا ما تطلعوا من المالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة